يشارك 12 فريقاً من النوادي والأكاديميات في بطولة كرة القدم النسائية تأتي بطولة كرة القدم النسائية ضمن الفعاليات الرياضية المختلفة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخة ثانية تنال شهرتها من لعب الرجال لها لكنها هنا في مهرجان العالمين الجديدة متاحة للجميع بطولة كرة القدم النسائية لعبت بمدينة العالمين الجديدة باثنى عشر فريق من النوادي والأكاديميات لمهرجان العالمين والشركة المتحدة من أول يوم لمهرجان العالمين ونحن دايماً نلاقي دعم لكافة القطاعات يعني مش بس للسيدات لكن لكل القطاعات المختلفة وكل الفئات المختلفة فالنهاردة دوري أبطال السحل للسيدات هو بيدعم الفكرة دي وبيدعم فكرة أنه يبقى عندنا بطولة قوية جداً بيشارك فيها أكثر من 12 فريق للبنات وكنا عملنا نسخة قبل كده من دوري أبطال السحل للرجال من أسبوعين بالزبط وبرضو لقط صادق وتفاعل كبير جداً مهرجان العالمين عنده أكثر من رسالة مش مجرد مهرجان وحفلات واحتفالات ورياضة فقط احنا بنسلط الضوء على أشياء كتير جداً منهم الصناعة المصرية الصناعة الرياضية يعني الملعب ده صناعة وطنية صناعة مصرية رسالة أنك تقدر تقول من مدينة ألغام لمدينة سياحية محطوطة على الخريطة وكل العالم دلوقتي عايز يجي العالمين والاستثمارات عايزة تيجي فده معناتها أنك بتوصل رسالة كبيرة جداً الفرق الفائزة في البطولة تحصل على جوائز مالية لكن ما يميزها أنها متاحة لجميع الفئات العمرية بالإضافة إلى أنها تلعب على ملعب كرة القدم المطل على البحر مباشرة فعليات بطولة كرة القدم النسائية تأتي ضمن الفعاليات الرياضية المختلفة بمهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية وهي جزء من نشاطات ترفيهية وثقافية ملأت أرجاء مدينة العالمين الجديدة